اشتركوا في القناة وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة وكان في استقبال صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيدة نور بن تعالي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين في واشنطن وعدد من كبار المسؤولين انطلاقاً من مبادئها الراسخة في سياستها الخارجية الحكيمة ارتكزت مملكة البحرين في بناء علاقاتها التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما تؤمن به من ثوابت راسخة ومرتكزات دولية وطدت هذه العلاقات بشكل استثنائي على مر السنوات حيث تشاركت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في توافقات سياسية ودبلوماسية كبيرة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وكانتا علاوي آمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين في شتى المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وذلك بتوجيه مستمر ودعم كبير من قبل أصحاب الجلالة ملوك مملكة البحرين وأصحاب الفخامة رؤسائه الولايات المتحدة الأمريكية على مر التاريخ الذين عززوا هذه العلاقات بالزيارات المتبادلة والمشاورات المستمرة التي جعلت للعلاقات بين البلدين خصوصية فريدة هذا الوئام الذي اتسمت به العلاقات البحرينية الأمريكية على مر التاريخ انعكس إيجابا على مختلف مجالات التعاون والتشارك بين البلدين وأثمر تطورا كبيرا للعلاقات خصوصا في مجالات التعاون السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية إذ باتت توافقات العلاقات أنموذجا للتعاون البناء في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وقد برهن الجانبان على عمق علاقاتهما في توافقاتهما السياسية والدبلوماسية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية المحورية علاوة على المشاركات المستمرة في العديد من التحالفات العسكرية والأمنية الاستراتيجية في المنطقة تحقيقا للسلام والأمن والرخاء نهج حكيم أسس له جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق من علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي شكلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين نقطة تحول كبيرة في تطوير مجالات التعاون البناء التي عمقت التعاون الاقتصادي وساهمت في نمو التجارة المتبادلة والتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي وتجاري استراتيجي في المنطقة علاوة على تبادل الخبرات المتطورة في المجالات المالية والمصرفية والتكنولوجية والثقافية على مر السنوات ما أسفر عن تعاظم المنافع المتبادلة وانعكاسها على رفاه ونماء مجتمعي كلا البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر